تحية لكم مشاهدي الإخبارية السورية أينما كنتم إلى هذا الحوار الخاص السيطرة النارية للجيش العربي السوري على مواقع الإرهابيين في الأحياء الشرقية لمدينة حلب منعطف وتحول ميدانية يغير المعادلات ويكسر التوازنات فماذا عن الحل؟ هل بات الأفق مفتوحاً باتجاه إحراز التقدم؟ وما مصير التفاهمات الروسية الأمريكية؟ وما هي خيارات داعم الإرهاب بعد خسارة أوراقهم؟ لمتابعة هذه التفاصيل سعدنا نصديف في الاستوديوات دكتور عبدالقادر عزوز أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق مرحباً بك دكتور عبدالقادر أهلاً بك سعد الله مسائك ومساء جميع المشاهدين أهلاً بك مشاهدينا فاصل ونبدأ الحوار موسيقى 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 في كل ساح بزلا وعطاء وجهدا ها أنتم تستعدون لكل تضحية كل التضحية حتى النصر المؤذر فالتحية لجيشنا البطل الذي حقيقة عبر عن مناقبية عقائدية ووطنية وعبر عن أنه خريج مدرسة نضالية تأصلت مع رحمه الله القائد المؤسس حافظ الأسد وتطورت مع القائد المطور السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد الرحمة على الشهداء والقداسة لأرواحهم التحية لعوائلهم المقاومة العوائل التي جسدت معاني البطولة والتي جسدت عصر المقاومة الشعبية وروح المقاومة الشعبية والشفاء العاجل للجرحة طبعا سيدتي الكريمة لابد من أنه اليوم المرحلة بشكل أساسي في إطار أنها ميزان تحولي يعني اليوم تأمين طوق لمدينة حلب والبحث عن تأمين هذه المدينة التي طال انتظار أبناؤها في إطار فرحتهم ونشوتهم بشكل أساسي في أن الجيش العربي السوري تقدم دراماتيكي نوعي الجيش العربي السوري كسر قاعدة ممنوع الاقتراب من مدينة حلب ممنوع تغيير قواعد الاشتباك فبالتالي اليوم نعم معركة حلب ميزان تحولي في المعركة داخل سوريا وخارجها أيضا وصاحب الكلمة في حلب نعم هو صاحب الكلمة العليا في كل الميادين وبالتالي وجدنا أن التداعي السريع لمعركة حلب كان هناك تداعي سياسي كبير بهشاشة التوافق النسبي الروسي الأمريكي وأيضا وجدنا التداعي الكبير داخل المجموعات المسلحة في مناطق يسيطر عليها الإرهابيين بشكل أساسي فبالتالي هذا التداعي وجدنا بأن الجيش عندما أمن وسيطر على طريق الكاستيلو تقدم باتجاه أحياء مدينة حلب أي باتجاه السكن الشبابي وحي بني زيد وأيضا باتجاه معامل الليرامون كإعادة إطلاق أيضا وكلها لها دلالة رمزية التقدم تجاه حي بني زيد لأن حي بني زيد إمارة متقدمة للمجموعات الإرهابية خاصة جبهة النصرة وهي شكلت حقيقة يعني عقدة كبيرة لدى أزهان مدينة حلب باعتبار أنها مصدر للقتل والتدمير لم تقدم بني زيد لأبناء مدينة حلب إلا مزيد من سفك الدماء الرمزية الأخرى أيضا أن دوار الليرامون ومعامل الليرامون تعتبر جسد صناعي أيضا في إعادة إطلاق القاعدة الإنتاجية بالتوازي مع المدينة الصناعية في الشيخ نجار التي حررها الجيش سابقا إذن هذا التوازي الكبير في إطار قطع كل خطوط الإمداد وطرق الإمداد نحو أحياء حلب الشرقية مع تصدي الجيش العربي السوري لأي محاولة لإشغاله عن المعركة الأساسية كما حاول جيش الفتح التقدم نحو جنوب مدينة حلب أي باتجاه أيضا بلدة الحاضر وغيرها هذا الإجهاد الواضح جعل حقيقة المسلحين بين فكي كم ماشي وبالتالي وجدنا بأنه بدأت الصرخات وبدأ أيضا الحديث عن تململ كبير واستعداد كبير للمدنيين وتحرير لإرادة شعبية موجودة لدى المدنيين أنهم حقيقة اليوم يريدون أن يتحرروا من سيطرة هؤلاء الإرهابيون ليعلوا الصوت عاليا في إطار أن البعض مغرر به البعض حمل السلاح تحت ضغط الإرهابيين وجدنا بأن هذا الإنجاز ترافق مع إنجاز تصالحي كبير عبر عن مناقبية عليا للدولة السورية باعتبارها دولة وطنية مسؤولة عن كامل أبناء شعبها هذه المسؤولية مردها دواعي أخلاقية ودواعي دستورية ودواعي أيضا دولية فكل القرارات الدولية من القرار 2042 حتى القرار 2054 أشارت بشكل واضح لا لبس فيه إلى ضرورة احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامتها الإقليمية والقرار الأخير 2054 أشار بشكل واضح إلى مسؤولية السلطات السورية عن حماية سكانها إذن هذا من جانب مع مرسوم العفو الذي عبر بشكل أساسي عن استعداد المجتمع لصفح حول كل الجرائم خاصة جريمتي ترافقت مع الفوضى والاضطراب جريمة الخطف التي أيضا جرمت في المرسوم 20 للعام 2013 فجاء المرسوم ليعفو عنها لأنها تزامنت مع انتشار مجموعات اللصوص ومجموعات الخاطفي والابتزاز وغيرها وأيضا كل من حمل السلاح وهو أيضا جريمة جزائية جنائية أيضا ترتب عقاب كذلك المرسوم أسقط العقاب عن هاتين الجريمتين مع الإبقاء على دعوة الحق الشخصية سواء كانت منظورة أمام القضاء الجزائي أو في حال بعد مضي سنة من حقه الطبيعي أن يرفعها أمام القضاء المدني إذن مفهوم تصالحي بامتياز مع إيجاد ممرات إنسانية آمنة لأنك سيدة الكريمة لا يمكن على الإطلاق بناء سوريا المتجددة التي دائما ما يشير إليها قائد الوطن السيد الرئيس دكتور بشار الأسد إلا من خلال توحيد الجهود وممارسة سياسة عزل وحصر تجاه المجموعات الإرهابية ومنطق تصالحي تسامحي لا انتقامي تجاه المدنيين المغررين وهي نقاط جدهامة واليوم من روحيات الجيش ألقت آلاف المنشورات على أحياء حلب الشرقية ودعت المسلحين للاستفادة من مرسوم العفو رقم 15 عام 2016 نبقى في ذات السياق حيث بتوجيه من الرئيس الأسد قام العماد علي عبدالله أيوب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش بجولة ميدانية بتفقد عدد من تشكيلات الجيش والوحدات العاملة في مزارع الملاح وفي بني زيد والخليدية بحلب وريفها بتوجيه من الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قام السيد العماد علي عبدالله أيوب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة بجولة ميدانية تفقد فيها عددا من تشكيلاتنا ووحداتنا العاملة في مزارع الملاح وبني زيد والخليدية بحلب وريفها التقى خلالها المقاتلين ونقل لهم محبة الرئيس الفريق بشار الأسد واعتزازه ببطولاتهم وتضحياتهم في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي عاثت فسادا وتخريبا في كل مكان دنسته من أرض الوطن واستمع العماد من القادة الميدانيين إلى شرح مفصل عن طبيعة المهام القتالية التي تنفذها القوات العاملة في حلب وعن مراحل تنفيذ العمليات العسكرية والنجاحات التي تحققت على أيدي رجال الجيش ومجموعات الدفاع الشعبية والقوى الرديفة ضد الإرهابيين كما اطلع على حجم التخريب الذي خلفته المجموعات الإرهابية في المناطق التي كانت تسيطر عليها وزود القادة بتوجيهاته لتوفير كل متطلبات الصمود وتحقيق المزيد من الانتصارات وتأمين الاحتياجات الضرورية لأهلنا في حلب وأشهد العماد رئيس هيئة الأركان العامة بالروح المعنوية والقتالية العالية التي يتحل بها أبطال الجيش العربي السوري وبإرادتهم الصلبة وعزيمتهم التي لا تلين وفي ختام جولته أكد العماد أن الجيش العربي السوري مصمم على مواصلة تنفيذ مهامه تجسيدا لواجباته الوطنية والدستورية في حماية الوطن وتوفير كل متطلبات الأمن والأمان لشعبنا السورية الذي ينتظر بفارغ الصبر المزيد من الانتصارات لإعادة الأمن والاستقرار إلى أرض سوريا الطاهرة وتخليصها من رشث الإرهاب بدورهم أكد المقاتلون أنهم سيبقون أبناء سوريا البررة الذين يبذلون كل غال ونفيس كرم تضحيات الشهداء والجرحة وبطولاتهم وكرم أبناء الوطن الذين ينتظرون في كل ساعة بزوغ فجر الانتصار على العدوان دكتور عبدالقادر صدى هذا الإنجاز كيف يتردد إقليميا ودوليا خاصة أن حالة من الصدمة اليوم لدى داعمي الإرهاب عبر عنها الأمريكي وما هي خياراته بعد خسارته؟ طبعا سيدتي الكريمة لا شك بأن دائما في الحروب الميدان له تأثير كبير وهو عامل مهم جدا في إطار بأنه يصنع التوازنات ويضبطها ثم يعيد إنتاجها فتأتي الحالة السياسية لتترجم ذلك اليوم هذا الإنجاز الميداني تكلله الدولة السورية وبإصرار على ضرورة أيضا المضي بإنجاز سياسي هذا الإنجاز السياسي له شقين شق منهج ونهج تصالحي والنهج الحواري النهج التصالحي كما أشرنا من خلال استعداد الدولة السورية لوجود ممرات إنسانية تسوية أوضاع المسلحين وأنا فقط هنا أشير لأن الدولة السورية تتوجه نحو المسلحين أي ليس من لديه فكر إرهابي سواء فكرا أو ممارسي يعني من قام بعمليات القتل والتدمير لكن هناك شريحة موجودة لأن ليس كل المجموعات المسلحية بكاج واحد هناك مجموعات مدنية وجدت نفسها تحت ضغط الإرهابيين تحمل السلاح أو نتيجة إمبراطوريات إعلامية عملت منذ بداية العام 2011 و2012 عبر عملية تضليل وتهويل ممنهج فأصبحت تحمل السلاح هؤلاء هم الشريحة المستهدفة في النهج التصالحي وأيضا للتوضيح الدولة السورية لا تتحدث لا تفاوض هؤلاء المسلحين على قضايا سياسية المسألة عبارة عن تفاوض ميداني أمني فقط وبالتالي لا عملية سياسية مع وجود السلاح لأي ميليشيا كانت لأي مجموعة كانت هذا فقط من أجل التوضيح وأيضا الإنجاز السياسي عبر النهج الحواري والنهج الحواري عبر تأكيد الدولة السورية بوزارة الخارجية عن استعدادها لاستئناف عملية الحوار السوري السوري استعدادها للزهاب إلى جنيف 3 بجولته الجديدة دون شروط مسبقة وحتى الآن لم نسمع لدى الطرف الآخر أي حديث أو أي تعليق سواء أطراف دولية أو إقليمية أو حتى الطرف الآخر كمعارضة لم نسمع منهم أي تعليق أي استعداد للزهاب إلى جولة وكأن فشل تغيير موازين القوى فشل وتلاشي المدة الزمنية المعطاة للتنظيمات الإرهابية التي أعطيت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على تغيير موازين القوى هو الذي اليوم نجده بأنه هم وكأنهم شهود تهافت نهجهم وبالتالي هم لا يريدون ذلك على الإطلاق فنجد عملية تعطيل وانتظار مستجد ما قد يعمل على تغيير الأمور بشكل أساسي رغم بأن سفن الموت وبواخر الموت ما تزال تتقدم بشكل أساسي عبر إشراف أمريكي وتمويل خليجي ومنافس حدودية أردنية وتركية بإعادة تزخير الطاقة الحربية لهؤلاء الإرهابيين بشكل أساسي إذن سيدة الكريمة اليوم هي نقطة جد هام دكتور عبدالقادر ما تتحدث بها هل أفهم منك بأن هذه الدول الداعم الإرهاب قد تلجأ إلى التصعيد في جبهات أخرى ومنها الجبهة الجنوبية خاصة أن تقارير عديدة تحدثت عن ذلك وذلك من أجل تعويض خسارتها بعد خسارة الأوراق في حلب سيدة الكريمة أولا معركة حلب والتداعي السريع هو كشف عن هشاشة التوافق الروسي الأمريكي ونحن عندما نتحدث عن التوافق وهو ليس اتفاق يعني ليس له الصبغة القانونية لأنه لو كان هناك أي توافق حقيقي وجدي ما بين كل من روسيا وأمريكا لكنا وجدنا تعبيرا واضحا له عبر قرار أممي على سبيل المثال يتعلق وعبر قرار أممي وآليات تنفيذية المشكلة أنها حتى الآن هي في إطار بعض التفاهمات لكنها تفاهمات هشة وجدنا بأن معركة حلب شكلت اختبارا حقيقيا وجديا فوجدنا بأن الولايات المتحدة الأميرسكية مارست قصفا إعلاميا تجاه المبادرة التي قامت بها الدولة السورية حول إيجاد ممرات إنسانية أيضا بدأ الحديث عن افتعال جبهة جديدة في الجنوب السوري وكأنها رسائل للمنتصرين في حلب وأيضا رسائل أخرى مع الإخفاق الذي واجهته الإدارة الأمريكية في مطار البوكمال يعني الفرق التي دربتها في الأردن وعبر جهزة استخبارات أردنية أمريكية أيضا رسائل بأنها تريد أمريكا اليوم يعني من يريد أن يتساءل أمريكا اليوم لا تريد انتصارا كاملا على الإرهاب ولكنها تريد إنجازا عسكريا باهرا قبل أن نتوسع في هذه الفكرة وهي نقطة هامة ونتحدث عن تصريحات وسير الدفاع الأمريكي لكن أتوقف مع هذا الخبر العاجل الذي ورد قبل قليل وهو ارتقاء عدد من الشهداء في الحمادانية في حلب وصل عدد الشهداء إلى عشرة شهداء وذلك جراء قصف الإرهابيين بالقذائف الصاروخية للحمدانية في حلب الرحمة على أرواح جميع الشهداء سوريا نتحدث إذن عن تصعيد إرهابي في هذه اللحظات في حلب طبعا الرحمة على شهداء يعني بناء كل سوريا على شهداء مدينة حلب خاصة بأن الإرهابيين في مدينة حلب سيدتي الكريمة يعني لديهم عبر ما تحدثنا عن تسخير الطاقة الإرهابية لهؤلاء لديهم أسلحة نوعية صواريخ نوعية حقيقة وصلت من الأمريكي بالفترة الماضية بشكل مباشر نعم بشكل أساسي لأن الأمريكي نعم بشكل أساسي لأن الأمريكي لم يتوقع في أن أم المعارك أن تسير بهذا النحو المتسارع من قبل الجيش العربي السوري والأصدقاء لم يتوقع ذلك فبدأنا نجد تخبطا خاصة مع نوع من عدم التوافق يعني وضحها بشكل أساسي بأن البنتاجون والسي آي اي ليسوا بتوافق مع ما زهب به كيري نحو التجاه بوتين ولا فروف ما يتعلق بتعاون العسكري بالضبط يعني وكأن الإدارة الأمريكية تريد إنجاز تسوية ما يعني كما تريد إنجازا عسكريا يعني قد يكون في إطار أنها تريد أن تدعم صندوق الانتخابات للحزب الديمقراطي في تشرين الثاني فهي تريد بشكل ما البنتاجون له موقف آخر له السي آي اي أي أيضا لها موقف مغاير فيما يتعلق بجبهة النصرة وأن تكون هدفا أو ضمن لوائح استهداف الضربات الجوية للروسي والأمريكي فبالتالي وجدنا حديث عن أنها تبحث عن إفتعال وإشعال جبهة الجنوب رغم وجدنا بأن وكأن إعازة أمريكية تقدمت به إلى جبهة النصرة بشكل واضح ومن قبل أيضا أطراف إقليمية فوجدنا بأن جبهة النصرة تشير المعلومات بأنها أخلت كل مواقعها كل مقارها في حوض اليرموك كل ما هو ملاصف لفصائل إرهابية حركة المسنة وشهداء اليرموك جيش خالد من الوليد التي هي جزء من تنظيم داعش والتي هي بايع التنظيم داعش كل هذا المشهد السريالي دعينا نقول في إطار لوحة متناقضة تجعل أحيانا المراقب أو حتى المشاهد الكريم في حيرة من أمره في إطار تبادل المواقع ما بين السبب والنتيجة خاصة هناك ترافقت مع تصريحات وزير الدفاع الأمريكي قال بأن ما يسمى بالتحالف ضد داعش سيبحث فرصة مهاجمة تنظيم الإرهابي من الجنوب السوري صحيح لأن هنا سيدة الكريمة البنتاجون والسي آي اي يريدون أن يحصروا بأن الإرهاب داعش فقط وهذه محاولات الإدارة الأمريكية ضمن تضارب الموقف القديم والجديد ضمن تضارب الأجنحة وهذا لا يعني أن البعض حمامة سلام على الإطلاق لكنهم الهدف واحد يعني الهدف استنزاف الدولة السورية وإنهاكها وإبقاء إسرائيل وتظهير العلاقات مع إسرائيل وتقديم نظام إقليمي أمني مشترك تكون إسرائيل قاعدة محورية أساسية فيه هذا هدف استراتيجي لا شك لكن هم يختلفون حول الوسائل حول التكتيك فبالتالي السي آي اي والبنتاجون يسرون على حصر الإرهاب في داعش لا يريدون مقايضة أو صفقة تتم مع الروس في إطار استهداف جبهة النصرة رغم بأن استهداف جبهة النصرة أيضا تحاول أمريكا بخدعة سياسية بمكر سياسي من خلال دفعها لتغيير أو تبديل التسمية وفك الارتباط عن القاعدة وكأنها مسألة تتعلق بفك ارتباط تنظيمي دون النظر إلى ما يدين الفعل الإرهابي وهو ما هي الإديولوجيا المتطرفة التي يحملها تنظيم ما فبالتالي من هنا هل هي محاولة لتحييدها عن الضربات من قبل داعميها؟ لا شك كما قلت لك هي محاولة لتحييدها خاصة في بشائر أو ما تسرب حول اتفاق نسبي روسي أمريكي بأنه يمكن أن تكون جبهة النصرة في المرحلة القادمة هدف لضربات التحاول رغم أن الخارجية الأمريكية قالت بأن شبهة النصرة الإرهابية بمسمها الجديد لا تزال هدفا للقوات الأمريكية سيدة الكريمة ليست هذه أول محاولة تعويم أو محاولة تعمية أمام الرأي العام العالمي محاولات عديدة لتلميع صورة الإطلاق بالنتيجة جون كيري التقى مع الكثير من وهو من وجه بأن تذهب كثير من الألوية المنضوية تحت جبهة النصرة نحو جيش الفتح وأحرار الشام يعني هي ليست محاولة جديدة هذه محاولات مستمرة دائما الولايات المتحدة الأمريكية سيدة الكريم مبدأها الأساسي فقط للتوضيح لجميع الأخوة المشاهدة أنها تريد أن تستعين بقوى لا شرعية لا حكومية هكذا عملت في أفغانستان أحيانا تقيم من خلالها هذه القوى الغير حكومية الغير رسمية الغير شرعية قوى محلية على سبيل المثال تدفعها تمنحها شرعية فعندما تقوم مثلا بتطهير منطقة من داعش على سبيل المثال تسبت مواقعها فبالتالي تصبح مالكة له مسيطرة عليه وبالتالي هذا يعيق أي توافق سياسي قادم هذا مبدأ وبالتالي حصان طرواد المستمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية دائما حاضر في الساحة السورية ولماذا الجبهة الجنوبية؟ نحن نعلم دكتور عبدالقادر طيلة الفترة الماضية سنوات الماضية كان هناك فشل كبير لتنظيمات الإرهابية ولداعميها كذلك في الجبهة الجنوبية ونتذكر الفشل لما سمي أنا ذاك بعاصفة الجنوب وهنا أيضا مصيره الفشل يعني هي فشلت كما قلت لكي يعني هي الآن تعاني من مشاكل في منبج الآن تريد أن تقدم جيش سوريا الجديد ليخوض هو معركة الجنوب بشكل أساسي وفي إطار يعني على مستوى وفشلت هذه التجربة معركة منبج هناك صعوبات لأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني القوة الروسية تمثلت بوجود حليف قوي على الأرض الولايات المتحدة الأمريكية في إطار توزيع البيض على سلة متعددة فبالتالي هي دائما تواجه أحيانا مشكلة في إيجاد حلفاء على الأرض وإيجاد حلفاء ودائما لديها سياسة بما أنها شركة كونسورتيوم حرب فدائما لديها سياسة الدمج والاستحواز المستمر للفصائل الإرهابية لأحصن الترواد المستمرين فبالتالي دائما نجد تسميات جديدة مسميات جديدة دمج جديد أسماء جديدة تظهر دائما تتم بإشراف ورعاية أمريكية إذن الأمريكي في هذه الحالة اليوم كيف سيتعاطى مع الواقع الجديد نتحدث عن تغيير المعادلات في حلب أعتقد بأن الأمور ليست بهذه البساطة يعني ضمن الواقعية السياسية ضمن الحكمة يجب أن نكون أكثر يقظى أكثر حزرا الولايات المتحدة الأمريكية كما أشار السيد الرئيس دكتور بشار الأسد في أحد لقاءاته قال إنني على ثقة فقط بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الخير لشعوب المنطقة وبالتالي انطلاقا من هذا المبدأ يجب دائما أن نكون حزرين هذا الحزار هذه اليقظة ليست دعوة للاستسلام لأننا قديما واجهنا مشاريع أمريكا يعني من واجه مشاريع النقطة الرابعة ومشاريع ملء الفراغ ومشاريع جون بايدن ومشاريع التقسيم لرالف بيتر وغيره إذن هو يستطيع مواجهة أي مشاريع أمريكية قادمة لكن اليقظة والحزار والوعي بشكل أساسي ومحاولة دائما بأن أمريكا اليوم فهمت واقعها بشكل جديد تتأرجح بين تيارين يعني هناك تيار حتى في الإدارة الأمريكية يقول بأننا إذا خلال خمس سنوات لم نستطع إسقاط الدولة السورية فلنعيد تأهيلها فيما يتعلق بمحور المقاومة في موقفها من المقاومة على سبيل المثال يعني وهناك تيار آخر لا يطالب بمزيد من الاستنزاف وضرب حجر الرحاة لمحور المقاومة وهي سوريا ففي إطار هذا التأرجح وفي إطار صمت انتخابي قد تقدم الأشهر القادمة عليه فبالتالي أعتقد بأن اليوم المشهد هو في حالة أعود في حالة مساكنة معقدة ما بين كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في إطار عدم دفع الأمور لصدام مباشر لأنك سيدتي أمام طبائع الإمبراطوريات نحن لدينا قوتين عزميين اليوم الخيارات سنين لا سالسة لهم إما مواجهة فنائية تذهب بهذا خيار أو استمرار الحوار ولو بحده الأدنى نعم سوف أعود إلى ما يتعلق بمصير التفاهمات الروسية الأمريكية وهي نقاط جد هامة وسوف نتحدث كذلك على لقاء جينيف ولكن أبقى في الجبهة الجنوبية وتطورات الحاصلة في الجبهة الجنوبية حيث ارتقى شهدان وأصيب نحو خمسة بجروح بينهم مراسل الإخبارية ربيا ديبي جراء استهداف تنظيمات الإرهابية بقذائف الهاوين لتجمع شارك فيه مئات من مواطنين بلدة موثبين بريف درعة أثناء اجتماع الإجراء مصالحة محلية متابعة لهذه التطورات في درعة ينضم إلينا مباشرة محافظ درعة الأستاذ محمد خالد الهنوس تحية لك سيادة المحافظ أهلا بك بداية أهلا بك بداية لو تضعنا بصورة ما جرى اليوم أولا اليوم كان يوم كان يوم عيد وطني حقيقة في درعة كان يوم مصالحات وطنية وتعد من أكبر المصالحات جرت في درعة طبعا هذه المصالحة جرت بعد عاصفة الجنوب وبعد الخسائر الكبيرة التي دفعتها المجموعات المسلحة عام 2015 والنصر الكبير للقوات المسلحة وجاءت عملي سلام الجنوب أيضا توجتها انتصارات حلب انتصارات الاستراتيجية فشل المشروع التركي وجاءت أيضا تتويجا بعد عفو السيد الرئيس هذه المصالحة يعد لها منذ فترة قريبة هناك رغبة جارحة بعد عام 2015 في تغيير مزاج عام في درعة إذا استطعت أن تنظر إلى هذه المصالحة مو بالمئات بس بالآلاف أقول أنا والمئات من الذين يرغبون في عملية تسويت أوضاعي فعملوا جاهدين المسلحين بمنعهم من الوصول إلى المكان طبعا على الغالب إذا انتبهت على الصورة فهم يصيروا على الأقدام وفي القرى والأماكن هم من القرى والبلدات الساخنة والكتلة الرئيسية من بلدة أمخل من الجهة الغربية وكفر الشامس وكفر ناسس وداعي وططة فتحركوا على الأقدام رغم أنت المسلحين وأتوا إلى مكان المصالح لكن المسلحين لا يرغبون بذلك لأن لهم تعليمات ومعهم تعليمات في تعطيل هذه المصالحة لأن في تعطيل هذه المصالحة يعني تعطيل عملية السلام في درعة نحن اليوم في درعة ومنذ عام وأكثر من حديث لم يتجرأوا على عمل عسكري كبير ما عمي قزائف بيساوه ممكن يرموه هون وهون فكانت النتيجة يرمو قزائف وتحرب كثمات بشكل عشوائي واثنين شهداء وبحدود سبعة إلى ثمانية جرحة خاصة سيادة المحافظ درعة شهدت في الأشهر الأخيرة العديد من المصالحات المحلية بعد تسليم عشرات المطلوبين أنفسهم وأسلحتهم وتسوية أوضاعهم لإعداد الاستقرار إلى العديد من القرى والبلدات اليوم أكبرها اليوم أكبرها أقول بالآلاف اليوم وبعد الحدث الكبير فاللجنة المكلفة والفعاليات الاجتماعية والوجهاء واللجنة المكلفة في العملية فأعادت الاجتماع في مكان معين في أحد الأماكن المؤمنة في بلدة الصنمين وتم الاجتماع وبحشد كبير كما أيضا تشاهدين وحطرة المصالحة وتم تنفيذها وصارت تسويات وتسويات كبيرة للأخوة الراغبين في تسوية أوضاعهم لدى الجهات المعنين فكان هناك انتصار آخر انتصار سلام اليوم في درع نحن نقول بعد عصفة الجنوب لن يتجرؤوا في عمل عسكري كبير ومن هذه النقطة سيادة المحافظ هل من الممكن أن تشهد الفترة المقبلة تصعيدا في الجبهة الجنوبية بعض الضربات التي تلقاها دعموا الإرهاب في حلو نحن نقول ممكن يصعدوا بأعمال فردية أنا كمحافظ أقول بأعمال فردية قزائف هنا وقزائف هناك ولكن لا يستطيعوا بحجد كبير حتى وانتظرت لهم التعليمات بذلك لا أرض لتسمح لهم خلافاتهم المتعددة تقاسمهم وتنازعهم على كل شيء خلافات حد ممكن يستطيعوا أعمال فردية ولكن أنا في تخديري لن يستطيعوا حشد كبير وموت قيام في أعمال كبيرة طبعا ما بشك إنه يعتمروا من عمليات الموت ويعتمروا من أمريكا وإسرائيل والدول الرجعية قد يكون ولكن لن يكون هناك لها تأثير وكما خسروا في عاصرة الجنوب ودفع مئات القتلة سيدفعوا أكثر وأكثر لأن درع اليوم تختلط عن درع عام الفين وهم الصح حضورا وحجدا وتغيير مزاج الناس تنعف خلص لا بد من الدولة لا بد من الدولة أشكرك جزيل شكر محافظ درع الأستاذ محمد خالد الهنو سكرا جزيلا لك لوجودك معنا عودي لك دكتور عبد القادر كنا نتحدث عن تفاهمات الروسية الأمريكية في هذه المرحلة ما هو مصيرها خاصة بعد الانتقادات الأمريكية الأخيرة لروسيا فيما يتعلق بحلب وما مصير التعاون العسكري المشترك بينهما بين الطرفين الروسي والأمريكي طبعا فقط تعقيب كل التحية والشكر لجهود كل أبناء محافظة درعا في إطار العملية التصالحية درعا الصبود التي نتوجه لهم بكل التحية والتقدير لا شك بأن هناك صعوبات يعني يجب دائما أن نعلم بأن هناك صعوبات في النهج التصالحي كثير من أثرياء الإرهاب وأثرياء القتل والتدمير هم لا يريدون على الإطلاق إتمام أي مصالحة لا يريدون سلام دائما بالنسبة لهم الحرب لها جاذبية أكبر كما رعاتهم الإقليميين وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية يعني كما قلت الولايات المتحدة الأمريكية كمقاول حرب أساسي هي لا تريد سلام للمنطقة على الإطلاق بل أن تذهب المنطقة بكل دولها نحو الجحيم بالنسبة لها أن يبقى الكيان الصهيوني أن تبقى إمدادات الطاقة وما عداها ضمن مهارة أمريكا في صناعة التفتت والتفتيت والبلقن المستمرة فهذا نهج أمريكي لم يتغير ولن يتغير بشكل عام فبالتالي نعم هناك صعوبات ولكن عندما نوحد الجهود عندما أيضا نستجيب لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وأيضا عندما نستجيب لقوله ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون إذن لا طاعة لمسرف لا طاعة لفاسد على الإطلاق لا طاعة لقاتل بشكل أساسي فبالتالي اليوم هذا النهج نعم يقوي مناعتنا ويجب أن نستمر رغم كل الصعوبات رغم كل الاستهداف لكن أنا أعود وأقول لك لا يوجد مستقبل للسورية المتجددة التي دائما ما يشير إليها السيد الرئيس إلا بالنهج التصالحي بنهج التسامح مع بعضنا البعض بالتالي أن نعلو على الجراح طبعا الإرهابيين لا مكان لهم بيننا على الإطلاق لكن أي جريمة حمل سلاح أو غيرها إن لم تكن في إطار استعداد المجتمع للصفح واستعادة هذا المواطن ضمن الحياة الطبيعية فبالتالي حديثنا يبقى عبسيا عن أي مستقبل لسوريا ولأبنائنا وإعادة بناء لسوريا هذه مسألة المسألة الأخرى سيدة الكريمة كما قلت لك يوجد حوار روسي أمريكي لا توجد شراكة روسية أمريكية الروس على استعداد كامل لهذه الشراكة تحدثوا عنها بشكل دائم بشكل مستمر نوفو روسيا يعني روسيا الجديدة في عهد بوتين كانت على استعداد للشراكة منذ أن أعلنت أمريكا حربها ضد الإرهاب منذ أحداث الحادي عشر من أيلول ولكن ثبت بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد شراكة هي تريد فقط أتباع وبالتالي كانت هناك نوع من حتى عندما سقط الاتحاد السوفيتي أرادته أمريكا سقوط مهين يقوط بإهانة وبالتالي الإهانة لا يمكن أن يبتلعها القوميون الروس لكن يمكن أن يبتلعها شعوب حية بشكل أساسي فبالتالي من هنا استعادة حيوية الروس في بعدهم القومي وفي تطلعات أمنهم القومي جعلت بوتين مثلا في 2006 يقول أن رفيقنا الزئب يعني الولايات المتحدة الأمريكية يأكل لوحده ولا يريد أيضا ولا يريد أن يستمع لأحد إذن هذا منطق الشراكة أعادت أمريكا مد جسور الشراكة أيضا للولايات المتحدة الأمريكية في ملفات المنطقة الخديعة التي جرت في القرار 1973 تجاه ليبيا أعاد اليقظة الروسية تجاه أمريكا كذلك الأمر في العملية السياسية انضمام سوريا إلى منظمة حضر الأسلحة الكيميائية محاولات أمريكا المستمرة أخذ روسيا احتواءها احتواء دبلوماسيا نسبيا وإبعادها عن دعاوي أطراف إقليمية مستعدة للتمويل ومستعدة لكل إمدادات لوجستية بأن تذهب الولايات المتحدة الأمريكية نحو عمل عسكري هذا أيضا مسعى أمريكي ضمن منطق الشراكة أيضا روسيا أبدت استعداد في منطق الشراكة بالتنسيق مع الدولة السورية فيما يتعلق بوقف الأعمال القتالية ما وجدناه بأنها كانت خدعة أمريكية إعادة تزخير الطاقة الحربية لهؤلاء الإرهابيين أخذ مهلة لالتقاط الأنفاس محاولة تكسب أراضي جديدة إذن من هنا كما قلت لك ومع ذلك الحكمة السياسية لروسيا وبالتنسيق مع القيادة السورية في إطار مبدأ سد الزرائع في إطار مزيد من لجم اندفاعة أمريكية حمقاء قد تكون دائما هناك حوار روسي أمريكي لم يصل إلى مستوى الشراكة نقاط التباين والاختلاف ليست فقط الملف السوري هناك تباين وتلاقي أيضا على كامل الجغرافية على مستوى العالم على كامل الجغرافية السياسية قد يكون هناك نوع من التباين مثلا في المحيط الهادي قد يكون هناك نوع من التباين في المصالح الاقتصادية قد يكون هناك نوع من الشراكة فيما يتعلق في ملف عسكري على سبيل المثال في الملف السوري خاصة في هذه المرحلة دكتور عبد القادر كما ذكرنا كان هناك انتقادات أمريكية وتحدث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال بأن ما حصل في حلب سيعرض تعاون بين الولايات المتحدة وروسيا للخطر سيدة الكلمة هذا في إطار نوع من الصخب الإعلامي نوع من الضجيج خاصة تحدث عن حالة من الصدمة نعم نوع من الضجيج في إطار أيضا إرضاء لا تنسي سيدة الكلمة دائما أن تصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية هي توجه رسائل هناك رسائل أحيانا للهيئة الناخبة الأمريكية للجسم الانتخابي الأمريكي للرأي العام الأمريكي هناك أحيانا رسائل موجهة لدول إقليمية كأتباع في المنطقة هناك أحيانا رسائل إلى الدول الكبرى بشكل أساسي فبالتالي هذه الرسالة تحمل غموض في الرسائل خاصة التوقيت والحديث عن إعادة نظر في التعاون الروسي الأمريكي أعتقد بأن هذا الأمر كما قلت هو في إطار الصخب الإعلامي وتوجيه رسائل متناقضة سواء للرأي العام الأمريكي أو لأتباع إقليميين هم أيضا كانت امتعاضهم شديد من جولة ماراتونية لكيري مع لافروف وكيري مع بوتين وبعد تثبيت الطوق حول الإرهابيين في الأحياء الشرقية لمدينة حلب والإنجازات التي تحققت على أرض سياسيا هل باتت الحلول أقرب؟ هل باتت من الممكن الحديث عن تقدم في المسار السياسي في العملية السياسية في الفترة المقبلة؟ نعم سيدة الكريمة أولا الدولة السورية مؤمنة بأن الشق الميداني مستمر في إطار مكافحة الإرهاب والشق السياسي أيضا مستمر الحكمة تقول بأنك لا يمكن أن تخوض حربا للأبد فبالتالي أي إنجاز ميداني يجب أن تحميه بإنجاز سياسي دبلوماسي قوي فبالتالي من هنا الحصانة يعني لأن أحيانا قد يكون هناك نوع من الفيدباك لإنجاز ميداني ارتدادات معينة تحصينه سياسيا هنا الحكمة وهنا أيضا البراعة السياسية فبالتالي الدولة السورية بتجربتها في العلاقات الدولية تجربتها في التمرس باللعب مع الكبار قديما في التعامل مع الأزمات الدولية دائما ما تريد أن تحصن هذا الإنجاز الميداني ببراعة سياسية كما فعلت مثلا في حرب تشرين كان هناك إنجاز ميداني حصنته سياسيا بالحد الأدنى بقي محورها ودورها دور محوري وأساسي بينما على سبيل مثال مصر كان هناك إنجاز ميداني لكن بددته هزالة سياسية تمثلت بإخراج مصر من معادلة الصراع العربي الصهيوني عبر كام ديفيد وغيرها إذن اليوم أيضا المطلوب الاستمرار في هذا العمل بتحصين هذا الإنجاز الميداني بإنجاز سياسي يتمثل بالاستمرار بالنهج التصالحي وبالنهج الحواري النهج الحواري الحوار السوري السوري يجب أن نستمر فيه بشكل أساسي لسد كل زريعة لتبديد كل فرصة لدى أطراف إقليمية سيدتي الكريمة هناك الكثير من الأطراف الإقليمية والدولية التي لا يروق لها اجتماع السوريين على الإطلاق ولا أن تكون هناك عملية سياسية ولا أن يكون هناك جولات تفاوضية على الإطلاق بل هم يريدون كما قلت لك لكن هامش التي تملكه اليوم هذه الأطراف الإقليمية داعمة للإرهاب للتعطيل خاصة أن تحدث عن خسارة أوراقها في سوريا بعض الضربات التي تتلقاها التنظيمات الإرهابية سيدتي الكريمة أولا نهجنا فيما يتعلق بالنهج الحواري بأنك في جولات جنيف تخوضين لعبة مزدوجية يعني لعبة أنت تفاوضين قوى عدوان على سوريا بشكل أساسي لديها ممثلين موجودين في طيف المعارضة بشكل أساسي ضمن عدم استكمال هيكلة المعارضة ووفد المعارضة لأن يكون معارضة وطنية بامتياز فبالتالي هناك دخلاء هؤلاء الدخلاء هم لسان حالق والعدوان على سوريا فأنت تفاوضين الميدان يحمي ويعزز ويضيف لك قوة تفاوضية كبيرة والمسألة الأخرى أيضا المزدوجة كما قلت هو أنك تتطلعين بشكل أساسي إلى حوار سوري سوري في إطار التقاء حول الأهداف المشتركة يعني أنت لست في صدد أن يكون هناك غلب الطرف سوري على طرف سوري آخر على الإطلاق هذا ليس منطق الحكم والدولي حتى على مستوى اللعبة الانتخابية واللعبة الديمقراطية عندما يكون هناك أكسرية وأقلية سياسية فالأكسرية السياسية يجب أن تحكم بالتوافق مع الأقلية السياسية وليس التهميش وليس قصاء هنا مسألة أصبحت حكم توتاليتاري فإذا اليوم الدولة السورية تخوض هذا النهج هي لا تتطلع وعندما تدعو الأطراف وعندما تقدم السيد الرئيس بمبادرته لكنهج حواري وضع لنا النهج لم يتحدث عن مخرجات حوار سوري سوري عندما وضع لنا النهج بشكل أساسي هو كان يريد إعانة السوريين بتحديد نهج حواري وأن يلتقوا مع بعضهم البعض هنا ليس العبرة بغلب الطرف على طرف آخر فنحن أبناء قسرة واحدة فبالتالي من هنا يجب أن يكون هدفنا أما قوى العدوان على سوريا نعم كل إنجازات الميدان تخدم وتعزز قوة الدولة السورية أمام هؤلاء كدول وأمام أتباعهم كميليشيات إرهابية وإن عقد جنيف في نهاية أب كيف سيكون شكل هذه الجولة من حوار جنيف هل ستكون بشكل جديد هل ستكون بنتائج فعلية وكيف سيترجم هذا الإنجاز الميداني على طاولة الحوار في جنيف طبعا أنا أتوقع سيدة الكريمة أن يكون دور الميسر الدولي السيد ستيفان ديمستورا وأن يكون أيضا من خلال مراجعة تقوم بها قوى العدوان على سوريا أطراف إقليمية أطراف دولية في إطار تبدد أي شيء يتعلق بتغيير موازين القوى إذا كانت المراهنة على ذلك وأن يكون هناك انخراط جدي ومسؤول من قبل الطرف الآخر الذي مارس تكتيك التعطيل لفترة طويلة أن يكون هناك مسؤولية عالية حتى على مستوى التصريحات في إطار الجولة القادمة أن نستفيد من الأخطاء السابقة التي شابت الجولات السابقة في عدم الاتفاق على مرجعية لا يختلف عليها أحد أيضا يجب أن تكون لأن أي عملية تفاوضية هي عملية تراكمية فأنت تحتاجين إلى قاعدة مرجعية لأنه إذا حدث أي انتكاسة في العملية التفاوضية تستطيع أن تعود إليها وهي التي تصوب من جديد العملية التفاوضية هذا الجانب الجانب الآخر يجب أن ننطلق باستراتيجية الحوار على أساس منطق الشراكة إذا كنا كسوريين نتطلع إلى إعادة تنظيم المجال العام من جديد فلا مشكلة لكن على أساس مبدأ الشراكة وليس الإقصاء وأيضا وفق مبدأ قبول الرأي الآخر وليس العزل والتطرف يعني هذه كلها قيم أساسية واحترام مبدأ التعددية السياسية إذن كلها قيم والاتفاق على توحيد الجهود في إطار مكافحة الإرهاب إذن كل هذه العناوين هل تحقيق ذلك ممكن في ظل المعطيات الحالية وتحدثت عن التعطيل من قبل الأطراف الإقليمية الداعمة للإرهاب سيدتي الكريمة هذا تحدي الحوار السوري السوري هو معركة سياسية وبالتالي هو تحدي خاصة كما أعلم من حجم تأثير دول إقليمية لا تريد الخير لبلدنا فبالتالي نعم نحن الشعب السوري مقبلين على تحدي هذا التحدي فيه فرص وفيه مخاطر الحكمة تقول السياسة تقول بأننا يجب أن نعمل على تعظيم والتقاط الإيجابيات والعمل على تلافي السلبيات فبالتالي نعم هي تحدي كما قلت لك يجب أن نستمر فيها كما العملية التصالحية لا يجب أن نستسلم لأي انتكاسة يعني ليس من المبرر على الإطلاق عندما تجري انتكاسي في عملية تصالحية بأي مدينة بأي قرية أن يكون ذلك مبررا لأن نقوم بتعطيل ذلك بل يجب أن نستمر بالجهود كما قلت إذا كنا نتطلع إلى بناء سوريا إلى إعادة بنائها وأنا أشدد على إعادة البناء أكثر من مفهوم إعادة الإعمار إعادة البناء هي جوهر ألمانيا واليابان لم يتقدم إلا بقدرتهم على إعادة البناء الإنسان أما إعادة الإعمار فهذه الشركات قادرة بكل سهولة أن تعيد تدمير كل ما تعيد بناء كل ما دمرته الحرب أستاذ عبدالغل لأسف دكتور عبدالقادر بأن وقتنا قد شارف على النهاية بالنسبة للمرحلة المقبلة هل نتحدث عن زخم أكبر في الميدان على مختلف الجبهات خاصة أن الجبهات أخرى متحدث عنها فيها إنجازات أيضا كريف دماشق سيدتي الكريمة بالنتيجة الجيش العربي السوري هناك أكثر من 65 جبهة يواجه فصائل إرهابية المشكلة بأن الجيش العربي السوري لا يواجه تنظيما إرهابيا واحدا هو يواجه عشرات التنظيمات الإرهابية وهذه أيضا يجب أن نفهمها بشكل جيد الجيش العربي السوري استطاع يعني عبر سنوات ماضية استطاع أن يعزلهم يعني في جزر معزولة مناطق الاشتباك تحددت خريطة الحرب على الإرهاب أصبحت أكثر وضوحا وأصبحت واضحة بشكل أساسي بالنتيجة المعركة المعركة علم استراتيجية وتكتيك الجيش العربي السوري والقيادة السياسية هي من تملك معطيات متى تتوقف متى تندفع بقوة متى تكون أقل تقدما متى تقوم بتهدئة هنا متى تقوم هذه اعتبارات عسكرية ميدانية بحثة لديهم معطياتهم بشكل أساسي فبالتالي نتمنى لهم كل الخير نتمنى أن يبقى جيشنا كما توجه إلينا السيد الرئيس أن نزيد من تضافرنا في دعم هذا الجيش بكل ما نستطيع أي أن يكون قدرتنا البعض يستطيع أن يقدم دعما معنويا دعما ماديا أي أن يكون يجب أن نقف لا مناصلنا إلا في استمرار معركتنا في مواجهة الإرهاب وبالتوازي معركتنا السياسية بشقيها الاستمرار بالنهج التصالحي ودعم والاستمرار بالنهج الحواري أشكرك جزيلا شكر لوجودك معنا الدكتور عبد القادر عزوز أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشي شكرا جزيلا لك شكرا لكم وشكرا لجميع المشاهدين الكرام شكرا لجميع العاملي في الإخبار السورية تحية لجيشنا في عيده والرحمة على الشهد شكرا جزيلا لك شكر موصول لكم مشاهدي الأخبار يا سوريا أينما كنتم وصلنا إلى ختام هذا الحوار الخاص في أمان الله شكرا لكم وشكرا لكم في القناة